أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجبعين محمد وعلى أهل بأيته الطيبين الطاهرين بعد مقتل عبد الله الرضيع قام الحسين كما ذكرنا بأن جمع في كفيه دمه ورمى به إلى السماء صبغ السماوات بدم الرضيع وفي بعض الأحاديث رمى بعضه إلى الأرض صبغ الأرض بدم عبد الله الرضيع وخرج الزينب وهي تنادي وولداه ومن ثم تعامل أهل البيت وتعامل أتباعهم مع مقتل عبد الله الرضيع تعامل خاص يختلف عن الآخرين نحن من المدافعين عن الحياة وكان عبد الله رضيع طفلا يعني كان المستقبل كان رضيعا لا يستطيع أن يدافع عن نفسه فكنا المدافعين عنه أنت أحيانا تدافع عن شخص يحتاج إلى مساعدتك لكنه يستطيع أن يدافع عن نفسه أحيانا تدافع عن شخص لا يستطيع الدفاع عن نفسه رجل قيد يديه وآحدهم بدأ يضربه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه لأن يديه مغلقتان مقيدتان ندافع عن عبد الله الرضيع ويجب أن نتعلم من ذلك الدفاع عن كل مظلوم عن كل من لا يستطيع الدفاع عن حقه إياك وظلم من لا يجد له ناصرا إلا الله الله يكون خصمه الله يدفع المؤمنين أن يحبوا عبد الله الرضيع وأن يتفاعلوا مع مقتله وأن يدافعوا عنه وأن يكونوا معه في هذه الدنيا وفيما بعد رب العالمين إن شاء الله يعطينا من الأجر والثواب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بعضنا تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكن ما عيني لأجلك باكي بعض الناس يبكون ليس للأجر هذا هو عمل عظيم أن تبكي لأنه عندك قلب مفعا بالعواطف لا تمر على الجرائم مرور الكرام تهتم بمقتل الطفل ومثل عبد الله الرضيع بعضهم يريد الدنيا والآخرة في اهتمامه بالحسين وشهدائك رب العام لكن بشكل عام القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول ما يغضب الرم نحيي ذكر الحق بإحيائنا ذكر عبد الله الرضيع وأن نميت ذكر الباطل بلعننا لأعداء الحسين والذين رضوا بفعلهم اللهم العم أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك اللهم احشرنا مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين